المعاناة المستمرة على ضفتي البحر المتوسط وحشود المهاجرين غير الشرعيين التي تتوافد بأعداد غافيرة على قوارب الموت قاصدة السواحل الأوروبية دفعت رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة طارئة للبحث في حل للهجرة غير الشرعية في القمة الاستثنائية اتفق القادة الأوروبيون على أن يضاعف الميزانية المخصصة لعملية تريتون التي تشهد مشاركة 21 دولة في البحث وإنقاذ اللاجئين غير الشرعيين في البحر المتوسط بواقع ثلاث أمثال اتفقنا أن نضاعف ميزانية تريتون ثلاثة مرات على ما كانت عليه في اجتماع القمة وذلك لضمان الحماية للسواحل الأوروبية والمهاجرين غير الشرعيين سفن عملية البحث والإنقاذ سترد على اتصالات السفن التي تواجه خطر الغرق ويسعدني أن أعلن بأن جميع القادة الأوروبيين ساهموا في هذا الاتفاق وذلك بدعمهم الجوي والبحري فضلا عن الدعم المادي في اجتماعهم قرر القادة السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز التحرك العسكرية لردع سفن مهربين مهاجرين غير الشرعيين جاء هذا تزامنا مع دعوة السلطات الليبية المعترف بها دوليا للاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبدورها صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركول في ختام القمة بأن الاتحاد الأوروبي يسعى على حل قضية الهجرة غير الشرعية بشكل سريع كما أكدت عدم اتفاق القادة على توسيع نطاق عملية تريتون للسماح لها بالخروج من المياه الإقليمية الأوروبية باتجاه السواحل الليبية الهدف الرئيسي للقمة هو إيجاد حل استراتيجي شامل لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط لهذا نريد التحرك بسرعة لمعالجة الوضع الراهن سفن يزيد دعم السفن وبهذا يبقى خفر السواحل على استعداد دائم لأننا لا نريد أن نشهد مأساة أخرى في البحر المتوسط ومقابل هذه المواضيع التي تم الاتفاق عليها قمة بروكسل الطارئة فشلت في الاتفاق على الشق الثالث من خطة العمل وهو استضافة المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم بعد وصولهم إلى أوروبا حيث أرجع القادة قراراتهم في هذا الشأن إلى وقت لاحق